أيها الجزائريات أيها الجزائريون أتقدم إليكم من هذا المنبر لكي أزوف إليكم تحية ود وسلام ومحبة والتزام ونضال أزوفها إليكم بصفتي ممثلاً لمرشح الأفافاس للانتخابات المقبلة المزمع إجراءها يوم 7 سبتمبر 2024 معكم البروفيسور عزدين عساوي سأحاول أن أقدم لكم في هذه الكلمة نقطة من برنامج مترشح الأفافاس الرفيق وشيش والتي أعتبرها جد مهمة بل عصبية ومعقدة هذه النقطة الجوهرية هي التساؤل عن دور الذي يجب أن تلعبه الدولة في المجال الاقتصادي من منظور الأفافاس وبصفته حزب ينتمي إلى الديمقراطية الاجتماعية فإن الدور الذي يجب أن تلعبه الدولة في الحقل الاقتصادي هو دور الدولة الضابطة تقليدياً يتمحور دور الدولة إما في توجهين التوجه الأول هو الدولة المتدخلة أي الدولة التي تكتسح الحقل الاقتصادي في كل جوانبه أي تكون دولة تاجرة الوجه الثاني للدولة هو الدولة الحارصة أي تلك الدولة التي تكتفي فقط بالمهام الرئيسية والبدائية وهي فقط العدالة والمالية والأمن لكن من منظور الأففاس لا يمكن أن ننتمي لا إلى هذا النموذج ولا إلى ذاك النموذج لأننا نتسم دائماً بالوسطية نموذج الدولة الضابطة يقوم على رؤية جديدة للسياسة الاقتصادية هذه الرؤية قوامها أن تكون الأعمال القانونية والشبه القانونية موافقة لفتح الأسواق على المنافسة وإزالة الاحتكارات إلا في المجالات السيادية ثم يجب أن نجسد وبصفة تدريجية المنافسة الحرة في السوق أي يجب أن ننتقل من نموذج تقليدي إلى نموذج عصري في تسيير الاقتصاد الوطني من هنا يجب أن تلعب الدولة دور في السوق عن طريق المؤسسات العمومية الاقتصادية فالدولة تملك مؤسسات عمومية اقتصادية نضرب مثلاً الجزائرية للاتصالات موبيليس الدولة تملك مؤسسات خدماتية في الفنادق في البنوك في التأمينات لكن الأمر نفسه بالنسبة للخواص الخواص يملكون نفس المؤسسات التي تملكها الدولة هنا من يلعب دور الضبط كيف نضبط السوق أمام هذه الحالة أو أمام هذه الإزدواجية يجب أن نخلق مؤسسات هيئات تتمتع بصفة الضبط الاقتصادي محايدة عن الدولة التقليدية أو السلطة التنفيذية أو ما يسمى بسلطات الضبط المستقلة بالتالي فإننا سوف نمنح للسوق توازنا دائما سوف ننتقل من الاحتكار إلى المنافسة من المؤسسة الوحيدة إلى تعدد المؤسسات والخدمات في الحقل الاقتصادي لماذا؟ لأننا نحن بحاجة إلى خلق توازنات داخل السوق هذه التوازنات مرتبطة أولا كيف نحمي المستهلك؟ كيف نحمي العمال؟ كيف نحمي المرافق العامة؟ كيف نحمي الأعوان الاقتصاديين الذين يتنافسون داخل السوق؟ كيف نحمي السوق في حد ذاته؟ أمام هذه التناقضات تناقضات المصالح الخاصة تناقضات المسالح العامة كيف يمكن أن نوفق بين هذه التناقضات فقط الضبط الاقتصادي الدور الضبطي للدولة هو الذي يمكننا من تحقيق توازنات داخل هذه السوق والانتقال من الاحتكارات إلى المنافسة الحرة وتوفير السلع والخدمات داخل السوق لقد جربنا في أزمات عديدة أزمات مالية أزمات اقتصادية أزمات صحية هذه المشاكل التي أنتجها التسيير الكلاسيكي للسوق حان الوقت لكي نتبنى الضبط الاقتصادي في تسيير السوق أمام هذا الوضع من أجل تبني رؤية جديدة رؤية الأففاس نطالبكم للتصويت يوم 7 سبتمبر على مرشح التغيير مرشح الرؤية الجديدة للجزائر مرشح رؤية للغد رؤية مستقبل مرشح الأففاس الرفيق يوسف أوشيش عاشت الجزائر حرة مستقلة المجد والخلود لشهادائنا الأبرار تحية الجزائر سيدة واحدة موحدة غير قابلة للتجزئة السلام عليكم تنمير ترجمة نانسي قنقر